لدى لقاء سموه بالسفير الأمريكي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن الشعب البحريني الذي أجمع على مثاق العمل الوطنية ونحن اليوم نحتفل بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت عليه لن يسمح بطأفنة وتجزئة مجتمعه المتماسك ولن يدع الجماعات الإرهابية تنجح في فرض أجندتها وتحقيق مبتغاها فالبحرين كانت ولا تزال وستظل مجتمع الشعب الواحد بكل ألوانه وأطيافه لأنها موطن التعايش واحترام الأديان والمذاهب وأرض للتآخي والمحبة فيما أكد السفير الأمريكي دعم بلاده للبحرين في إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل بقصر الإقضابية الصباح اليوم سعدت سيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين وخلال اللقاء أكد سموه أن البحرين تنعم بأجواء حرية وديمقراطية وأن ميثاق العمل الوطني الذي جاء برؤية ملكية قد خلق دفعة قوية للتطوير والتحديث سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وعرج سموه على الاقتصاد العالمي قائلا إن التحدي الاقتصادي ومخاطره قد أثر على كل الدول وبات عنصرا مهما يستدعي أن عقاد الاجتماعات والقمم على مستويات قيادية عالية سواء قليميا أو عربيا أو حتى دوليا وأكد سموه أن البحرين تتجه بعلاقاتها إلى الغرب والشرق والشمال والجنوب فنحن دائما نبحث عن الأصدقاء ويدنا ممدودة إلى الجميع وعبر سموه عن تطلع البحرين إلى تطوير أفاق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل الذي يكفل تحقيق أقصى استفادة ممكنة لما يربط البلدين من اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشيرا سموه إلى أن بيهة العمال في البحرين مهيئة لاستقطاب وتشجيع المزيد من الاستثمارات المشاركة بين البلدين كما استعرض سموه مع السفير الأمريكي آليات تطوير التعاون القائم بين البلدين في المجالات المختلفة إضافة إلى السعرات التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقد عرب السفير الأمريكي لدى المملكة عن شكره وتقديره لسموه رئيس الوزراء على ما أبده سموه من حرص على توطيد وتنمية مجالات التعاون بين البلدين مؤكدا سعي بلاده للارتقاء بما يجمع مع مملكة البحرين من علاقات طيبة وتنسيق المشترك في العديد من المجالات وأكد أن البحرين حليف استراتيجي للولايات المتحدة وأن بلاده تتطلع دائما إلى تقوية هذه العلاقات والتعاون مع الحكومة البحرينية لفتح مزيد من مجالات التعاون التي تخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين